السلام عليكم شاب بنات ما سراطان عربي معكم محمد السهر نكاوي ونرد في حالتنا حارة عليكم مجموعة وصفات لدى كبير الارتاب قبل اي حاجة سواء ما احنا بتاعتون دايما لا تنسوش انكم تعملوا لاي سبسكرايب وفعلوا كراءات سواء لكم كل الفيديو هاتي كديدة يولا بينا ننتقى الفيديو ودلوقتي السلامين شايفين انا عايزكم تراكزوا معايا بتشمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحر الواحد ولو حبيته انكم تكيبوا وراء وقلم علشان تكتبوا كل حاجة نبالها مفيش اي مشكلة وبرضو لو حبيته انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني برضو مفيش اي مشكلة في حاجة لمصلحتكم انتم حلو اوي دلوقتي بقى ركزوا معايا علشان هقولكم على المكونات تبع الوصفة الاولة تمام هتكيبوا نصف كوباية المياه بالحاكمة ده باللطافة على نصف كوباية المياه معلقتون كبار من سيد الحلبة باللطافة كمان لماعلقتون كبار من سيد السمسم باللطافة كمان للحاجة الاخيرة معلقتون كبار من سيد الحمص الثلاث مكونات طول هتعملون مع بعض فوق ويمين وشمال وتحت كوة نصف كوباية المية ولكن الاهم من كده ان انتوا هتخسلوا منطقة الارتاب يا اما بمية سخنة او بمية فدرة يعني ما بين المية السخنة والمية البردة اللي اتنين مع بعض علشان تبتحوا المسامات اللي بتبقى موجودة في منطقة الارتاب علشان الوصفة دي او المكونات كلها مع بعض تبتأ تدخل تحت المسامات في منطقة الارتاب عشان تحصل حاجة اسمها عملية تشبه بعد ما تخسلوا منطقة الارتاب تمسحوها باي قماشة او باي فوطة متاحة عندكم هتدد هنا منطقة الارتاب بالوصفة دي بشكل دائري او بشكل عقارة بالساعة مع شوية ضغط خفيف كتا علشان تنشطه وتحفزه التطورة التموية علشان تلاقيه نتيجة في وقت وسار كتا والوصفة دي هتسيبوها على منطقة الارتاب لمدة ساعتين وبعد الساعتين هتخسلوها يا اما بمية سخنة او بمية فدرة وحتعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل اليوم وبعد ما قلت لكم على الوصفة الاولى تلوقتي ها القلون عن الوصفة التانية بارتوا وراكزوا معي واشمعونوا كويس ونقفزوا كلامي بالحرب الواحد هتخيبو نص كوباية مية صغرة بالحجم ده بالوطافة على نص كوباية المياه معلاتين كبار من الحلبة المطحونة nữaежة كمان لمعلقتين كبار من الخميرة الفورية باللوطافة كمان لمعلقتين كبار من صيد الحلبة المكونات كلها مع بعض هتقلبها بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة في كوباية او لو كانت في طبق يبقى فوق ويمين وشمال وتحت سيمة احنا بتعودين طبعا وكمان من الاهم من كده هتخسله منطقة الارتاب يا اما بمية سخنة او بمية فترة علشان تبتاحه المسامات وبعد كده هتتحنه منطقة الارتاب بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة مع شوية ضغط خفيف وخبط كمان لو عاردته علشان تحفزه وتنشطه الطورة التموية علشان منطقة الارتاب تبدأ تكبر بسرعة في وقته سهير وكمان هتسيبه الوصفة دي على منطقة الارتاب لمدة ساعتين وبعد ساعتين هتخسلوها يا اما بمية سخنة او بمية فترة ساي ما تحبوا عادي خالص ما فيش اي مشكلة وبرضو لو عندكم مية ورد تبقى حاجة ممتسة كتا ولو عاردته تخسله منطقة الارتاب بمية ورد فدي حاجة مهمة وحاجة كميلة كتا عشانكم وحتعملو الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما قلت لكم على الوصفة الاولى والتانية في الوقت احالكم على الوصفة التالتة بارتو عايشكم ترخصوا معي تشمعونوا كويز وتنفسوا كلامي بالحرب الواحد هتكيبوا طبق يكون صغير بالحاكم ده واما حيكون خوض علشان السيود ما تقعش برا هتكيبوا بقى وتحطوا قوة طبق تلت معالي كبار من سيت السيدون باللطافة لمعلقتين صغيرين من سيت الحلبة باللطافة للحاجة الاخيرة معلقتين صغيرين من سيت السمسم الثلاث مكونات دول هتقلبوهم بشكل تائري او بشكل عقارب الساعة وما تستخدمواش على منطقة الارتاب الا لما تخسلوا منطقة الارتاب زي ما احنا متعودين هي اما بمية سخنة او بمية فترة وتنشفوها كويس كتا علشان المسامات تبدأ تتفتح وبعد كده هتحطوا الوصفة على منطقة الارتاب بشكل تائري او بشكل عقارب الساعة مع شوية تاخدوا خبط خفاف علشان تنشطوا التطورة التموية وبالتالي تحسل حاجة اسمها عماليد تشبع وكمان يعني تلاقوا نتيجة في وقت سار كتا وحتسيبوا الوصفة دي على منطقة الارتاب لمدة ساعتين وحتعملوا الوصفة دي مرة واحدة في اليوم وكل اليوم وبعد ملتلكم على الاول ثلاث وصفات دلوقتي هلوكم على الوصفة الرابعة هتجيبوا في الوصفة الرابعة نص كباية بالحجمة من السمنة البلدي بالوطافة على نص كباية من السمنة البلدي مع لقتين كبار من الخميرة الفورية بالوطافة كمان للحاجة الاخيرة مع لقتين كبار من عسل النحل الثلاث مكونات هتقلبوها مع بعض بشكل جائري او بشكل عقارب الساعة وبرطو ما تحطوهش على منطقة الارتاب الا لما تخسله منطقة الارتاب هي اما بمية سخنة او بمية فترة علشان تنشطوا وتحفزوا التطورة التموية وكمان بنفس الوقت تفتحوا المسامات اللي بتبقى موجودة في منطقة الارتاب وبعد كده هتنشفوها كويس كتا او تمسحوها باي حتة اماشا او فوتا متاحة عندكم وبعد كده الوصفة دي وعلى فكرة الوصفة دي وعد مني وعلى طمان دي هتخليكم يعني تلاقوا نتيجة خرافية بشكل كبير كتا بشكل حلو كتا كتا في وقت وسار كتا وتايما فانصح كل البنات وكل السايدات ان هم يستخدموا الوصفة دي نرجع لموضوعنا بقى وبعد كده هتاخدوا الوصفة دي هتتهنوا بيها منطقة الارتاب بشكل تقاري او بشكل عقاري بالساعة وما تنشوش مع ضغط خبيب وشوية خربتها علشان تنشطوا التورة التموية وكالعادة هتسيبوا الوصفة دي على منطقة الارتاب المدد ساعتين وحتعملوها مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما عارضت عليكم اول اربعة وصفات دلوقتي حارضت عليكم الوصفة الخمسة باردو عايشكم ترخصوا معي تشمعونوا كويس وتنفسوا كلامي بالحرب الواحد الوصفة الخمسة مكونة من حاكتين بس هتكيبوا طبقة صغيرة بالحاكمة ده ويكون خويد علشان المكونات متقعش برا هتحطوا بقى كوة طبقة معلقتين كبار من عسل النحل بالوطفة كمان لمعلقتين كبار من السيد والسمسم المكونات دي هتقلبوها مع بعض بشكل تقاري او بشكل عقاري بالساعة وما تستخدموش الوصفة دي الا لما تلاقوا العسل اللي هنو بدأ يتغير وبرطو متحطواش على منطقة الارتاب الا لما تخسلوها باما بمية سخنة او بمية فترة وبعد كده هتحطو الوصفة دي على منطقة الارتاب بشكل تقاري او بشكل عقاري بالساعة مع شويد تاخدو خبط خفاب علشان تنشطو وتحفصو الطورة التموية وحتسيبو الوصفة دي على منطقة الارتاب لمدة الساعتين وحتعملوها مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما قلتلكم على الوصفة الخمسة دلوقتي هلوكم على الوصفة السادة برضو عايشكم تركيزوا معي تسمعونو كويس وتنفسوا كلامي بالحرب الواحد حلوة تلوقتي بقى هتكيبو نص كوباية مية السخرة بالحكمة ده بالاضافة قوة نص كوباية المية هتكيبو تلات معالو كبار من الخميرة الفورية برضو هتقلبوها بشكل تقاري او بشكل عقاري بالساعة لحتى ما يبقى تقال كده شبه معكون الاسنان وبرطو ما تحطواش على منطقة الارتاب الا لما تخسلوها كلعات الساعة ما احنا متعاودين وبعد كده هتحطو الوصفة دي على منطقة الارتاب بشكل تقاري مع شويد خبط وتخت خفيف جدا علشان الوصفة دي تبدأ تدخل تحت الكلد او تحت المسامات في منطقة الارتاب عشان تحصل حاجة اسمها عملية التشبع وحتسيبو الوصفة دي على منطقة الارتاب لمدة ساعتين وبعد كده هتخسلوها يا اما بمية سخنة او بمية فدرة وحتعملوها مرة واحدة في اليوم وكل يوم واخيرا هارض عليكم الوصفة السبعة والاخيرة برضو هتجيبو طبق سخار بالحكمة ده يكون خويد علشان السيود ما تقعش برة هتحط بقى كوة طبق معلاتون كبار من سيد السيدون بالقطافة لمعلاتون كبار من سيد الحلبة برضو هتقلبوهم بشكل تائري او بشكل عقارب الساعة وما تستخدموش الوصفة دي الا لما تلاقوا السيود بدأت تتخير وعلى فكرة انا برضو بانسحكم بالوصفة دي سيء الوصفة الرابعة والخمسة التلاتة طول بيعتبروا من اقوى الوصفات طبعا ده مش معناه ان الوصفات تانية اي كلام لا بس يقول فعلا مفيش بناتو السيدات كربوهم الا لما شكروا في التلات وصفات دول فيريد تنفسهم بالحرب الواحد نركع على موضوعنا بقى برضو هتخسلوا منطقة الارتاب سي ما احنا عارفين وهتحطوا الوصفة السبعة اللي هي مكونة من معلاتون كبار من سيد السيدون بالقطافة لمعلاتون كبار من سيد الحلبة هتتهنوا على منطقة الارتاب بشكل دائري او بشكل عقارب الساعة مع شوية تاخده وخبط خفيف علشان تنشطه وتحفزه الطورة التموية وحتسبوها على منطقة الارتاب لمدة ساعتين وبعد كده هتخسلوا منطقة الارتاب يا اما بمية سخنة او بمية فترة ولو عندكم ميت ورد مفيش اي مشكلة برضو وحتعملوها مرة واحدة في اليوم وكل يوم وبعد ما لطولكم على هم واكوى وابطل واحسن سبع وصفات هيساعدوا بشكل كبير جدا على تسمين وتكبير منطقة الارتاب وطبعا في وصفات تانية كتير جدا بس يتقول بيعتبر من احسن واكوى وابطل الوصفات اللي بيساعدوا في تكبير وتسمين منطقة الارتاب في خلال خمس ايام او عشر ايام وكمان انصحكم ان انتو تختاروا وصفة واحدة بس من السبع وصفات اللي انا قلتلكم عليهم يعني ما ينفعش تستخدموا السبع وانتو هتختاروا وصفة واحدة بس هتمشوا على لمدة اسبوعين او لمدة شهر وبعد المدة دي هتقدروا تخيروا الوصفة اللي انتو كنتم بتعودين عليها في وصفة تانية ما فيش اي مشكلة خالص وبرضو لو حبيتوا انكم تستمروا على الوصفة دي لحتى ما تلاقيوا الناديجة اللي انتو عايزينها برضو ما فيش اي مشكلة ولو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة جاريت علىها في كمانتي السحر وان شاء الله مش اتخر عليكم ولو كنتوا لسه بتتفرقوا عليها لحد تلوقتي فانا بجد بشهوركم من قلبي ها من قلبي على صبركم دعمكم لي وبكده ابا احنا خلصنا حلقة تنسوا لما احنا بتعودين دايما اي حد عندكم اي سؤال او اي استفسار ارد تعال بكمانتي السحر ان شاء الله يجب عليكم بقرابات او تقدروا تواصلوا معي موقع او ماك او تواصلوا الاجتماعي فيسبوك او انسكريم ان شاء الله مش هاد اخر عليكم وتنسوش انكم تعملوا لاي سبسكرايب وتفعالوا كراس ترسال لكم كل الفيديوهات جديدة وكمان ما تنسوش انكم تعملوا على كل الفيديوهات الفاتد عشرة سوفيتمان سلام عليكم